الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد إدانة مصر لحادث ترامب ويتمنى استكمال الحاملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية السيد الرئيس كتب على صفحات سيادته على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة مهمة جداً ونرسالة معبرة جداً 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 ماذا قال السيد الرئيس؟ أيوة عشان هنقف قدام الكلام ده مهمة أوي كلام مهمة أوي مشار دكتور أحمد فهم المتحدث باسم الرئاس على الصفحة الرسمية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تابعته بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب وإذ أؤكد إدانة مصر للحادث أعرب عن التنميات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب خلوا بالكل جاي واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية تاني في أجواء سلمية وصحية من اللي بيقول السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد الرئيس عليه كمان خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية خلي بالحضرتك الكلام السيد الرئيس قاله النهاردة الرسالة القوية جداً ليه الداخل الأمريكي وللعالم كله رئيس مصر بيقول يعني تمنياتنا باستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية استكمالها في أجواء سلمية مهم ما هو الكلام وصحية يبقى سلمية وصحية مش اللي احنا بنشوفه لا الرئيس عبدالفتاح السيسي بيقول رسالة مهمة جداً خالية من أي مظاهر للإرهاب للإرهاب أو العنف أو الكراهية التلاتة يعني الرئيس رسالته واضحة مش محتاجة شرح كتير بالمناسبة يعني مش محتاجة شرح كتير ولكن رسالة قوية جداً جداً عايزة أقول لحضراتكم الرسالة الوحيدة لأن الرئيس تاريق من أول رؤساء العالم الذي تحدث حول هذا الأمر بهذه القوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن رسالة الرئيس كانت الصبح النهاردة رؤساء الدول يمكن لحد الوقت فيه رؤساء الدول ما طلعوش ولكن تابعوا بعد كده تابعوا ولكن أقوى من أقوى الرسائل اللي صدرت رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث بشكل واضح عن الإدانة تمني شفاء للرئيس ترامب استكمال الحملات تمني استكمال الحملات الانتخابية في أجواء سلمية بكررها وصحية بكررها خليه من أما ظهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية الرسالة دي من لها معاني كتير قوي لها معاني كتير قوي اللي عايز يحلل جوه أو بره ودي معناها إيه؟ ترجمة نانسي قنقر